في قرية راشانا شمالية لبنان تبعث الكتب المستعملة الحياة في أوميات المدمنين على القراءة والمسكنين بالثقافة كما الذين يبحثون عن كتب مدرسية وجامعية قد تمنعهم أسعارها الباهضة من الحصول عليها كل ذلك من خلال مشروع ثقافي غير ربحي هو بازار الكتاب فرصة حياة للكتب المستعملة نتابع هون بلش البازار دوليفر هون بلش يتحقق الحلم اللي حلمت فيه يوم الكند بموريال وما إن يفتح مارون بشارة ذاك الباب الخشبي حتى تتراءل الزائر آلاف الكتب المستلقية بهدوء على الرفوف والطاولات وفي الصناديق بانتظار ما يأتي لاستحابها من عشاقها فسحة ضيقة يطل عليها النور في بعض الأماكن فقط من خلال شبابيك صغيرة تشرف على ومضات من جمال بلدة راشانا النائية المطلة على بحر البترون بازار مش مكتبي بأسعار غالية كان بعده بيّي عايش بيّي إنسان سقفت بس عكده بالفكرة شرقة تتبلغس وقال لي يلا نعمل له كل حلو ويكون خارج عن التقليد وبلشت بخمسين كتاب من مكتبتي أنا وعن بتدوّل أنا أبيّي إنسان سقفت قال لي ألفين ليلة حلوين بين جدرانه الحجرية القديمة وتحت أنواره الخافتة يتيح بازار الكتاب لزائري أكثر من خمسة عشر ألف عنوان هم الذين يستمتعون بالتنزه بين أروقته الضيقة ويختلون مع الكتاب أما مارون فيترك لهم حرية الغوص في أروقت الفصحة التي بناها ووالده الراحل الذي نقل إليه عشق الكتاب وتقديره لكل تفاصيله جايين من بيروت كتابل كنا نشتري يعني بعشرين ألف ليرة هلأ صار سعره مليون ومئتين ألف ليرة كتير لو ساحة مهم فتت وكانوا كتير كتار وما كنت أعرفش وبدأ نقل صحيح أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الزوار خصوصا القادمين من مناطق بعيدة لكن بالنسبة لمارون سيبقى الكتاب رسالة حياة ومفتاح للأمل ودافع لتحقيق الأحلام اليوم بدي يجي ياخد الكتاب هم بحطة نجد نزيل لدي كتاب 15 ألف في فوق 15 ألف كتاب اليوم ونحن بيعين بالعشرة اللي في كتاب صنع هاودي ما إجوا من مارون في شارع إجوا من الناس اللي آمنوا بفكرتنا واللي بعدهم كل يوم كل يوم واليوم إجينا ومبارح بيجينا ورح يضل يجينا كل يوم وضحة الناس بس يلقوا الكتاب عندي هي أكبر نشانة بتعلق أصدر فوضى الكتب قد تكون الفوضى الوحيدة التي يعشقها القراء وفسحة للراحة والسكينة وهنا الكتاب من الناس إلى الناس وفرصة حياة جديدة لكل الكتب المستعملة من بزار الكتاب في راشانة جولنا نصر الدين ورحة الناس للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر